موسيقى كان ليوم الثلاثة 15 يناير 2013 أن ينتهي كأي يوم عادي من أيام العاصمة نواقشوب ويمضي إلى دواليب النسيان لولا أن نخبة من أهل العلم والمشتغلين بالهم الثقافي الوطني اجتمعوا في كلية العلوم والتقنيات لحدث نادر لأمسية تخترق يباب الثقافة العلمية في ذلك الكلية أمسية لعرض وتوقيع كتاب عن الشخصيات العظمى في تاريخ البشرية كان على المنصة رجل أشيب يقدم عرضا عن كتاب جديد عن يمينه البروفيسير أحمد الحوب عميد كلية العلوم حينها ورئيس جامعة نواقشوط لاحقا كان يسخي باهتمام شديد ويظهر من بين الحضور السياسي محمد علي الشريف والديبلوماسي الحقوقي محمد سعيد الهمود والطبيب الجراح بروفسير سيد أحمد المقية وبروفيسير علم الاجتماع الحقوقي الشيخ سعد بوه كامرا وما كان لأمسية أن تجمع كل هؤلاء وغيرهم من الأسماء الثقافية والعلمية البارسة في نواقشوط لو لم يكن محاضرها من طراز رفيع ولئن تعددت مشارب واهتمامات الحاضرين فإن الاختلاف أكبر في سير الشخصيات التي يترجم لها الكتاب هذا إذن رجل مثقف يتحدث عن أينشتاين كما يتحدث عن دافنشي ويترجم للملكة فيكتوريا كما يترجم لنيلسون مانديلا ويدرس الفيزياء والرياضيات كما يتحدث في تاريخ العلم وفلسفته إنه الأستاذ صالح الملايحمد رجل قدم خدمات جليلة للتعليم في موريتانيا بإخلاص وتفان وظل بعيدا عن الأضواء زاهدا في الإعلام مشتغلا بالعلم والتأليف حتى رحيله في يناير 2022 وقبل هذا التاريخ بما يناهز ثمانين عاما وتحديدا في العام الف وتسعمائة وثلاثة وأربعين وهناك في مدينة العلم والمكتبات تنبكت العريقة ولد صالح لإمام وقاض شرعي اسمه ملايحمد بدت على الطفل صالح أمارات الذكاء صغيرا وهو ما ترجمه لاحقا إلى تفوق دراسي توجه بحصوله على الرطبة الأولى في الباكالوريا 1964 بمالي بعد الباكالوريا حط الرحالة في فرنسا طالبا وهناك في جامعة مومبيلية حصل على لسانس في الرياضيات وماتريس في الفيزياء ومن نفس الجامعة حصل على شهادة الدراسات المعمقة في الفيزياء النظرية 1968 ثم على شهادة الدكتوراه 1971 ليكون بذلك أحد أوائي الموريتانيين الحاصين على شهادة عليا في الفيزياء إن لم يكن الأول كانت اهتماماته حينها مرتبطة بالفيزياء النظرية وتحديدا بفيزياء الكم والنسبية في السبعينات شكل صالح مع نخبة من الأساتذة من بينهم صديقه الراحل عالم الرياضيات يحيى الحامد القاعدة الأولى لمرتنة التدريس في الثانوية الموريتانية الناشئة كما درس في المدرسة العليا للتعليم وعمل مديرا مساعدا لمديرها بين 1978 و 1981 ثم مديرا للتعليم العالي بالوزارة ثم مستشارا مكلفا بالتعليم العالي بين 1985 و 2004 نال الصالح تكريمات وأوسمة عديدة ألف صالح سبعة كتب راوح في محتواها بين ترجمات للشخصيات التاريخية والعلمية وبين التاريخ لبعض الأفكار العلمية وعرضها كما ألف كتابا عن الإسهام العلمي للعرب ترجم فيه لعدد من شخصيات العلم والمعرفة في الحضارة العربية الإسلامية في مجالات الفلسفة والرياضيات والفيزياء والجغرافية وكان واضحا اهتمامه حد الولع بالاقتباسات حيث لم يكتفي فقط بتأليف كتاب منها بل كان يصدر بها فصول كتبه الأخرى شديد بالذكر أننا لا نعرف حتى الآن أحدا من الموريتانيين ألف بهذا القدر وهذه القيمة في هذا المجال بالتحديد غير صالح الملاحب بابير وجميع كتبه كانت باللغة الفرنسية وربما يكون هذا ما يفسر كونه غير معروف للجيل الجديد من القراء الموريتانيين الذين يقرؤون باللغة العربية وبعد هذا العمر الحافل بتدريسي والاشتغال بالعلم رحل صالح بهدوء لكنه ترك خلفه كتبا باقية وعلما بثه في صدور أجال من الموريتانيين رحم الله صالح ولم لا يحمد